مرحباً بخير أعزائي المشاهدين مشاهدي برنامجنا حوار والاستثمار مع الشواربي مع حلقة جديدة هنشوف فيها كل ما هو جديد على الاستثمار على أرض مصرنا الحبيبة في البداية زي ما متعودين بنتكلم على آخر الأخبار بتاحها على أرض مصر اليوم بيشهد تاريخ ميلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصية حيظل التاريخ يذكرها بالكثير والكثير من الأعمال حفر اسمه على جدران مصر في مختلف المجالات منذ ظهوره على الساحة المصرية في البداية ما نقدرش نسرت كل الحاجات اللي هو الرئيس عملها لمصر واللي مصر استفادت بيها من وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنها كتير جدا لكن هنقول عنها مختصر بسيط جدا في البداية طبعا ما نقدرش ننكر دوره في الحفاظ على مصر في الفترة التي كانت تعقب تلاتين ستة والحفاظ على أمن مصر واستقرارها وتاريخ ميلاد جديد للدولة المصرية مع ظهور الرئيس عبدالفتاح السيسي على المستوى السياسي المصري المرحلة الثانية كانت مرحلة البناء والتنمية اللي ابتدى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بملف البنية التحتية في مصر مجتمعات عمرانية جديدة تأسيس 14 مدينة على أرض مصر على رأسها العاصمة الإدارية والكثير والكثير من المشروعات في اتجاه التنمية كل ده فتح مجالات عمل كثير جدا لمصريين ساعد مصر إن هي تنتقل إلى مظهر آخر يشهده العالم على أرض مصر من المشروعات الجديدة والمتطورة مساحات كبيرة جدا من الطرق والكباري استثمارات كثيرة جدا تم دخاها داخل مصر شكل مصر اختلف مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي جنب ده كمان ما نسيش إن هو يهتم بمواطنين المصريين بمختلف المصريات وبخاصة الفئات الفقيرة والمنعدمة شفنا الاهتمام بالصحة وكان على رأسها ملف فيروس سي والقضاء على فيروس سي تقريبا النهارده ببقاش في حد عنده فيروس سي في مصر الناس كانت بتعالج من فيروس سي ده بألاف الألاف من الجانيهات النهارده بيتعالجوا منه ببلاش الاهتمام بالصحة العامة للمصريين الاهتمام بملف التعليم النهارده التعليم بقى في منحضر مختلف تماما راح للتجاه تاني أعلى بكتير جداً من اللي كنا فيه لما جاد ظهرت كورونا كان لو احنا مش مستعدين لده في توجه التعليم كان بقى فيه مشكلة في تعليم أولادنا مع وجود التطور اللي كان معمول مسبقاً قدروا ان هما يكملوا ويوصلوا الفترة اللي ما كانش فيها حضور في المدارس أو الجامعات وصلوا أونلاين وده اللي بيحصل حتى حالياً لأن ده كان متخطط له من قبل ظهور الكورونا كمان هنلاقي أن احنا عدينا بأزمة الكورونا من الأزمات الاقتصادية أو احتياجات الموطنين من الأكل والشرب وعدم استغلال التجار المستغلين لهذه الأزمة ده بفضل التخطيط للسراتيجي اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيشرف عليه طبعاً في الآخر بنقول للرئيس عبد الفتاح السيسي كل سنة هو طيب بنقول للمصريين أن مصر ربنا سبب حماية لها بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي والفترة العصيبة اللي مرينا بيها في الملف الأمني بنقول للمصر المصريين كل سنة وإحنا طيبين بوجود رئيسنا عبد الفتاح السيسي معانا ربنا يديله الصحة والعمر والتوفيق ويكمل الملف اللي ابتدى فيه وإحنا كلنا مع بعض إيد واحدة ومع الرئيس هنبتدي معاكم النهاردة حلقاتنا مع الأستاذ آسر حمدي رئيس مجلس دارة مجموعة الشركات النسجون الشرقيون بالتنمية العقارية وعضوا غرفة التطوير العقاري مساء خلاس البيت مساء مميوس إبراهيم وآلف شكرا على الاستضافة وأحب بس إن في بداية أهني الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني بالمناسبة دي بقول لك رصان طيب يا رئيس ودي بس حاجة صغيرة حتى قلتها يعني الأمن والحماية وكده الاستثمار اللي عملوا طبع احنا شفنا طفرة في الكام سنة اللي فاتوا وبالذات في آخر سنة في الاستثمار على جميع المجالات فأنا أتمنى إنها تكمل ونقول لك كل سنة وانت طيب وعمر مديد ويا رب يكرمنا جميعا يكرم مصر بوجود واحد زيه راجل بيحب البلد فعلا اللي ما يقال عنه بيحب البلد وبيحب الشعب وشايف كل الفئات اللي موجودة على الساحة يعني مش ميال ناحية اتجاه معامل خالص شايفها من فوق لتحت وفي ميزة تانية مهمة جدا إن بيدي كل واحد حقه ودي أهم حاجة موجودة بزبت دي أقوى حاجة موجودة فعلا على الساحة وإن ما بقاش في حد يخوف حد بقت كل الناس فعلا سواسية انت بقبتش بتخاف الحد ما فيش حاجة اسمها انت عارف حنامين او انت عارف حنامين دي تلغت الناس سواسية هي الأساسيات بتاعت العدل والمساواة في أي حتة في الدنيا يعني كده نقول برا عندهم عدل لا إحنا بقى عندنا لوقتي عدل ومساواة عشان ما يتحكش عفتني مش مز بناف المية بس في طريقة إنه هنوصل لدي طالما إن أكبر رأس في الباب بتؤمن بأن الناس كلها زي بعضها كلها زي بعض بالزبط يبقى حنوصل إن شاء الله يبقى أن عندنا العدالة المطلقة إن شاء الله طيب في البداية عايزين نقول سريعا كده رؤيتك لتوجه السمار العقاري في 2021 إحنا في أواخر تقريبا خلاص السنة تقريبا انتهت آه يعني خلاص إحنا في آخر كورتر في السنة رؤيتك للسنة الجاية حتكون إيه هل توقعتك إن العقارات حتغلق آه ولا تخيلك إيه بص طبعا إحنا السنة دي يعني ما قداش نحسبها السنة نتكلم إن إحنا اشتغلنا 3 أو 4 شهور آه 6 شهور نتكلم إنهم شهارين اللي إحنا فيهم دون بزرط نتيجة الكورونا ونتيجة الحاجة يعني ده أول حاجة عالمية لم نتكلمش على بلد أو على قارة لا ده أزم على العالم عالم كله يعني بزرط أنا أعتقد من سنة 44 من نهاية الحرب العالمية مفيش حاجة واحدة جامعة العالم زي اللي بيحصل دعتي بزرط الحرب العالمية أصدقت على العالم بدون استثناء قعدنا الفترات الفتوية دي كلها وبعين جات الجائحة دي اللي هي وقفت العالم وصحت الناس وخايتها تنتبه لأن لازم تاخد بالها من حاجات كتيرة وتغير مفاهيم وكده أصدقت أساسا على استثمار العقاري أو على استثمار عموما أنا بقول الناس مش عارفة بكرة في إيه الناس خايفة تصرف الناس عايزة تخلي فلوس تقولك عشان هتعالج بيها أو عشان أشوف إيه اللي هيحصل بكرة ابتدينا من شهر سبعة الحمد لله ترى السوق العقاري بالذات في مصر يتعافة تمانية وتسعة كانت الناس بكويسة اللي ما تعمل المؤتمر بتاع الأمارة بتاع الأهرام العقاري شفنا إقبال جامد جدا العقار مخزن آمن للقيمة طول عمره في مصر وفي العالم وفي مصر بالزيادة لأن العقد على استثمار عالي عالي الدهب بيعلى ويوتى جامد جدا مصر العقار فيها لا سابق عمرها ما حصلت على مدار المئة سنة إن كان اللي فاتوا إن العقار نزل العقار دايما بيطلع فده إنقلنا بقى للسؤال بتاع حياتك إن السنة الجاية إيه السنة الجاية السوق للإستثمار العقاري في الطالع وطاقة نحن بقى فيه زيادات سعرية من 10% لـ 15% في الأسعار في الأسعار على مستوى السوق على مستوى السوق آه طيب نروح لجزئية تانية جوا العقار إحنا شايفين ظاهرة غريبة على سوقنا العقار إن المديول أو طريقة السداد كان لها سقف ما كانتش بتعدي يعني كان الأول الناس بتاخد فلوسها مثلا النص أو التالت والباقي على 4 سنين 5 سنين ماكسما من العقار لك 60 شهر ده عمل لك أوفر يعني صح إحنا شايفين نهاردة الشركات من الشركات العملاقة بتتكلم في 10 أو 12 سنة وفي حاجات بـ 5% داون بايمنت و10% في بصفر داون بايمنت في بصفر دا يوادي السوق فين بصفر دا عامل رجع حضرتك جامدة جدا في السوق ومحدش فهمها يعني طب المبدأ كان دايما زي ما حياتك قلت إن بدفع مثلا عشر أو حاجة وبسلم على 5-6 سنين وقصات متساوية بحيث أنا العادي كان أنا بسلم بعد ما العميل يكون دفع لي 60% بالزبط اللي هي الجزئية اللي فيها ما صارك فيه القدرية ومكسب بالزبط اللي بيفضل مزبوط زي ما حياتك بتقول طيب الوقتي لما حدفع العميل بعد 12 سنة وبصفر داون بايمنت وحسلمه بعد ذات أو أربع سنين حيكون دفعي 30% طب بغفرد حصل تعاطره عند العميل دا حجيب فيلوسي إزاي دي إعلامة للسفهام الكبيرة اللي محدش فاهمها يعني كنا قاعدين في غرفة تطوير بالمتنائش فيها وكنا قاعدين في جمعية الجاة الأعمال المصريين في رأيي إن دا مش ظهرة صحية إن أنا أطول الفترات طب ما أنا ممكن حد يقولي لا طب ما فيه ناس بتعمل تمويع قارية على 20 و25 دا موديل مختلف دا موديل تاني طب البنك بيضمنا زي بانك عنده ضمانات تانية إن هو بيحط إيده على الوحدة وليه تأميات يعني وضع مختلف أنا في رأيي إن الـ 12 سنة دي أبترى يبقى فيه ظواهر في السوق مش طبعية من ضمنها الـ 12 والأسف مش 12 بس فيه 15 سنة ممكن إن بعض المطورين يبقى عندهم احتياج للكاش لحاجة معينة عنده قصة معين أو داخل في المشروع محتاج يتفعلوا حاجة بس مشكلة إنها ببقى تظهر في كذا شركة تجاه بالزبط ومع مطورين زي ما حاجة تقولت كبارة بالزبط الخوف بقى إن الصغرين يشتغلوا فيها في واقع سوق مش هيقدر بص يعني أنا بأتكلم عاشر كتير لما عادنا لحسابها ما ينفعش إنها يشتغل لأ ده عائد عائد غير محسوب لأن إنت كمان مش عارف حجم التضخم اللي في السوق قدي بالزبط الجنيت على النهاردة عادة 10 سنة عادة 10 أرش وما فيش أي موديول حسابي ولا أي معادلات هده تحسبها لك فأنت بتاخد مخاطرة جبدا جدا أنا في رأي إنها ممكن مش محسوبة قوي طيب سؤال في خلال سنة حيظهر مشاكلها طيب سؤال بقى في الجزئية دي كنا قبل كده سألنا مهان صارق شكري على إحنا ليه ما نعملش العرقارات زي العربيات يعني ليه ما يبقاش البنوك متسهلة في تمويل شرع العقار وده قصة ثابت يعني يعني يمكن العربية أخطر يعني العربية ممكن تعمل حادثة أو يقع عليها عمورة أو تتحرك تسرق تختفي فأنت ضمن ده بالإنشورنس كويس وقبل أنك تدفعه بمنتهى التسهيلات طب ليه العقار ما يبقاش كده بص يعني إزان بيقولوا اللساننا نشف أو رقنا نشف بردو طلبنا بيه جدا مع كل البنوك عشان ده أعمل تمويل عقاري أنا في أي حتة في الدنيا المطور شغيته مطور والمقاول شغيته مقاول والبنك شغيته بنك بالذب المطور دلوقتي بيشتغل مطور وبعضنا بنشتغل مقاول وبأشتغل بنك في نفس الوقت قانونة أنا مش مفوض أنه أنا كده بسل في العميل تمام لما أبع له شقة بالذب وأخذ صفر دوم بيمت أو خمسة أو عشرة وأصط له دي معاملات مالية مش أفوض أنا أخش فيها مش عايزة تشتغل وبعدين ابتدت تشتغل بس تطلب اشتراطات معينة أن تكون لوحدة مسجلة قلنا ميت مرة مفيش وحدة في مصر كلها مسجلة بزرط 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 يعني من هيئة المجتمعات يا حتى من العاصمة سواء ده أو ده ما بيسجليش غير لما أكمل المشروع على نسبة 95% ساعتها هي حققية تسجيل بزرط بيبقى أنت حطيتلي شرط مانع أن أنا مش هقدر أعمل تمويل عقاري لوحدة غير لما تكون مسجلة فمفيش وحدة مسجلة فمش عملك خير تنطبق على شركتين بس اللي هما شركتين حكوميتين اللي هما عندهم أراضيهم ممكن تبقى مسجلة أو كاملة ليه متأكيد اللي فيه ألية مهي تحصل فيها سيها بيحصل في كل بلاد العربية أو في أوروبا أو في بديل يعني لازم يبقى لها حل ما تحطرش عقدة في منشار بالزبط وقعدنا تكلمنا وقدمنا مقترحات كتيرة سواء في غرفة تطوير العقاري أو في جمعية رجال أعمال المصريين لاجنة التشيد طب نقعد نتكلم مع البنوك كده لأ ده استعليمات المركزي معي التعليمات المركزي دي مش قرآن ولا إنجيل قبل أي حال قبل للنقاش طب ما نقعد ونتناقش ونفهم إيه المنطق اللي وراها يعني المنطق اللي انت مش عايز تمول ليه لو لها مثلا تقاوفات معينة لها سبب طيب ما انت عندك حاجتين الراجل اللي رايح ياخد منك تمويل العقاري وهبيجيب لك ضمنات بالزبط دي نمر واحد المتنين عندك شقة نفسها أو العقاري من نفسه بالزبط بالزبط بيتزايد شوية وما فيش مشكلة بياخد ضمنات من الشخص شيكات أو حديد منها حاجة زائد الواحدة طيب انت عندك ضمنة مزدوجة طيب المشكلة فين طيب ما حدش فاهمها اسألك سؤال وقول لي ده ممكن يكون حل من حلول السوق ولا لا هل وجود شركات تمويل تأجيري اللي موجودة حاليا ما بتنوولش عقار سكني بتنويل تجاري يا اما في شكل آلات أو تجهيزات داخلية أو مقرات تجارية أو إدارية لشركات أو مؤسسات مظبوط طيب ليه انتوا في الغرفة ما تأسسوش شركات للتمويل التأجيري يعني النهاردة أجر منك الشقة بالذات النهاردة يعني خلينا نقول احنا جوا السوق أكتر من الناس شايفة بالضبط فيه بضاعة موجودة حضرة السلام فوري مش قليلة فيه كميات مش بالطالة دي تصلح ان هي تشتغل تمويل تأجيري حتبقى منها بتجيب لك ومنها انه لو ما كملش هتبقى لوحدة ملكك ولو كمل حتبقى ملكه يعني شكل من أشكلات تحريك السوق ده بديل أكيد الدرس بس هم مشكلة انت محتاج بقى ملائة مالية عالية مش هينفقى الشركة واحدة تعملها لازم مجموعة من ولا كنتوا في الغرفة تتعلموا كذا اه بالضبط مخترح دفتناتلي قبل الدراسة ونقعد نتكلم في الابتماع اللي جاي فيه يعني هي فكرة حلوة وتتدرس بس حيبقى فيها في رأي عقبات ان هي بس انتوا ملكوش الحق في ده لان انتوا في السجلات التجارية تاعتكو انت مش من حقك انك تسلف او تأجر تمويلي يعني اكيد لو درسناها ممكن نقلها حل بس طب انا هخترع العجلة ليه وفيه ناس اخترعوها طب ما فيه شركات متخصصة بقى التأجير تمويلي يوجدونها بس انها هتمول عقار ساكن غير بس القاعدة بتاعت انها مش لازم يكون متسجل بالضبط انت عندك مش متسجل طب ايه مشكلة ضمانتك لوحدة طيب فيه فيه مقترح اخير بقى عشان احنا وقتنا تقريبا بيخلص اه ما ليه ما تنقشوش مع البنوك انه انتو تعملوا توريق تعملوا شركة للتوريق الشركة دي تاخد الورق اللي عند العمل의 اللي هي الشركات العمل الشركات العمل saber طبعا وتودع في البنوك وتسيل بضمان الشركات دي بضمان الشركات المالكة و هو يسيل لك الفلوس دي و انت تشتغل يعني يبقى هو حركك لانه انت عندك محفظة جواء جواء الشركة جوها فلوس كتير و انت بج are you غلابية الشركات بتعمل كده وباخد عليها تسعين او ثمانين حسب بقى بس برضو دي فيها مشكلة ان انا الشيك مثلا بمليون باخد تونمائة الف فانت في عندك برضو ما بلا تطبخ اصرانه اللي هو المتين الف دول لو استني اه انا اخدت فلوسي النهاردة تونمائة الف وبعدين في الكيس دي انت بتبقى انت اللي ضمن الفلوس يعني لو الكلاين انت ما سدش الشيك انت اللي بسده بالزبط اديه شيك بديل انت ما بعتلوش الشيك لا هو الدولي بس لو الشيك ده اتعصر العميل ما سدلوش ارجع سده فهي بيقول فيها مخاطرة علي اشكاب لك انا بشتغل مطور بطور واصمم وخطط واشوف اراضي وبرجع في نفس الوقت اموكل مفوض ده يتفصل عنده لو ده حصل هتلاقي السوق في مصر ارتفع ارتفاعه مش طبيعيه انطلق جامد لان عندي الطلب موجود بس اركز في شغلي مبقاش بشتغل في كده وبشتغل تمويل كمان تسهيل الالية تسهيل الالية حيساعد جدا انشك التطوير طيب قلنا بقى كلمة اخيرة كده للسوق والمصر انا متفائل بعشرين واحد وعشرين يعني عشرين وعشرين كانت فيها مشاكل والحمد الله رب ده انا يا سهل الاربعين يوم اللي فضلين دول يا عبدو على خير عبدو على خير بقى ونشيل السفر تزيادة ان شاء الله ابو تقلب السنة الجاي حتبقى احسن ان شاء الله انا بطبقتي بقى ده متفائل اللي جاي فيه خير لمصر خير للعالم كله ان شاء الله كسوق عقاري مصر من الاسواق الوعدة جدا الاسعار عندنا بترتفع غير اي بلد عربي او اي حتة تانية فانا متفائل بالسوق السنة الجاية ومتفائل بالنسبة لمصر كلها الاكتشافات البتولية اللي عمها تحصل لنا الاكتشافات الاسارية اللي بقى لها ان كان عشر اصرين مفيش حاجة والحمد الله انا خبيئة فيها خمسين تابوت ومجموعة المميارات الخمستاشر بقى لنا شهر او بتاعة السابيع بالضغط بنسمى اخبار كويسة ارجو ان اخباضي تكمل للسنة الجاية ان شاء الله ويا رب السنة الجاية تبقى احسن من السنة دي عينا كلنا ان شاء الله ان شاء الله احنا طبعا سعداء جدا بلقاءنا مع حادثك اشكرا يا سيد زبراين ونبقى يعني مبسوطين ان نحرك مع عائنا لان حادثك يعني قامة كبيرة جدا في السوق في مصر وعندك خبرات مختلفة فبتفيدنا وبتفيد السادة المشاهدين لما بيسمعوا القراءة يعني متشاكل جدا ويساعدني انكم موجودون عقفة برنامجة الله يخليك وحنا ان شاء الله يعني قريبا نعمل حلقة تانية ونتكلم برضو في متطورات السوق العقاري بإذن الله وتوقعتك للحاجات اللي جاية ان شاء الله ان شاء الله عزيزي المشاهدين هنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا معاكم من برنامجكم حوار والسسمار مع الشواربي الى ان نلقاكم الخميس القادم التاسعة والنصف مساء نترككم في رعاية الله اشتركوا في القناة